حكومة القادمة راح تقدر تمنع الفساد أم لا؟ بس أحب أضيف بس شيء معين بعض السياسيين يحاولون أن يبرروا نسبة الفساد العالية في العراق بأن المجتمع هو فاسد وهذا غير صحيح لأن المجتمع يعني هناك فرق بين الموظف أو المراجع الفقير الذي يضطر إلى دفع رشوة معينة بسيطة ربما 25 أو 50 لتمشية معاملة وبين من يتعمد أن يأخذ هذه الأموال أو أضعاف مضاعفة من هذه الأموال علينا الحقيقة هي المسؤولية مسؤولية زعماء الكتل عليهم أن ينجحوا في كل دول العالم يكون دائما الفاسدون الذين لديهم مصالح مرتبطة بالدولة هم ينجحوا أن يحاولوا أن ينجحوا هذا النظام نفس السؤال أستاذ غالب حكومة القادمة تستطيع أن تكبح هذا الفساد أم لا عدنا سبع وزراء بالكهرباء متهمين 127 مدير عام 5 وكلاء 1500 موظف هاي فيه الكهرباء فقط في ظل هذا لا أعتقد أي حكومة في العراق بوجود هذه الرؤوس التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي أن يحرر العراق أستاذ نجيم يعني أنا أقول المفارقة في العراق لا كهرباء ملايين وجباية ملايين الدناديم من المواطني وبالتالي وزير ملا وزارة أنا لا أرى حياتي أن يرى وزير سيادة المعالي سيكرتير حمايات بهرجة سيارات تطوططات ولابس رباط وقاط على حساب الفقراء المساكنين ينبغي أن لا تكون جباية إذا ما كهرباء بس إذا أكو كهرباء لا أنا مع الجوايا إذن أرجع وأقول تحتاج إلى ثورة وفورة شعبية من قبل النخب السياسية الدولة توقاد إذا تكون ناجحة عندما تكون نخب سياسية ناجحة طهورية راسقة والدولة الفاشلة بالنخب السياسية الفاشلة وما أكثر الزعماء والأمراء وما أكثر الفقراء نجم القصة محلي سياسي شكرا جزيلا كما أشكر السيد دكتور غالب الدعم مع المدير سابق في هيئة النزاف شكرا كذلك عبر الأقمار الأستاذ منتظر ناصر كاتب وصحفي شكرا جزيلا كذلك أشكر الدكتور باسل أحسين رئيس مركز كله هذا للدراسات شكرا جزيلا بالختام مشاهدين الكرام أدام كلها تحدثنا به وهذه الأسماء وهذه الحركات خليل نقول الخجولة ضد الفساد والفاسدين النتيجة هي نقطة في بحر وما يحتاج على قولة أستاذ نجم القصة نقول من أين لك هذا نعرف الشون إجوا وشون صاروا فن بين العين نشوف أياكم الله موسيقى 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 موسيقى